أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 330451 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسية متعددة قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام وذكرت وزارة الحج والعمرة أن 26666 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام بينما استقبل مركز الهجرة البري 49038 حاجا كما استقبل مركز حجاج البر 15222 حاجا إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة من حيث جنسيتهم